حسن الرداد يكشف كيف غيرته الأبوة وصف حسن الرداد ابن فادي لأنه ليس هناك صور له وقال أنه هو شبه إمي وشبهه بس مش قوي أهلا بكم في قناة منوعات بوتة لأخبر الفن والفنانين والمشاهير وأحد السرندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل نشر حسن الرداد صورة إيد ابن فادي والمعروف أن إمي وحسن الرداد بيحبوا الخصوصية جدا ومش بيحبوا يتكلموا عن دخليات حياتهم الخاصة وفي أول حديث صحفي للعربي إي تي كشف التفاصيل أن أول لحظة ولادة ابنه كان عاوز يعمل له كل حاجة وخلاني وبيقول خلاني أكون أهدا من الأول بكتير وحس الأبوة عند حسن الرداد وصلوا برسالة وصلوا برسالة في فيلمه بالموندو في مشهد لما بيرزق البطل بطفل بيغير حياته بعد ما كان شخص مستهتر وقال إن المقصود في الفيلم إن الناس بتحس إن في حاجات غالية قوي ربنا بيرزقهم بيها تستهل إنك تغير ما صار حياتك عشانها ومفيش أكبر من مشهد بين أب ومولود جميل طفل صغير العلاقة بتكون بينهم إنك بتشوف حاجة جديدة ربنا رزقك بيها قد إيه بيبقى تأثيرها قوي إنك تقول لا مش هعمل حاجة غلط ووجود فادي في حياتهم خلى حسن يتعلق بالبيت أكتر وما يفرقش ابنه وهو أساسا بيتوتي وبيستمتع بلمة العيلة وبيحب يدخل المطبخ ومن كتر حبه في ابنه عمل تتوه على كتفه الشمال باسم ابنه وحسن كان خايف ومش قادر يتعامل مع ابنه وخايف يشيله لحد ما تم ست شهور ابتدت الرهبة تروح وابتدى يشيله ويتعامل معاه وخلال الحوار اتسأل حسن وابنه يقترب على سنة إذا كان ممكن إن هو يدخل ابنه مجال التمثيل زي كايلة ما ظهرت مع والدتها دنيا في مسلسل جات سليمة قال رد وقال لو هو حابب إن هو يدخل التمثيل حيدخل التمثيل وبرحته خالص بس إن حاسس إن فيه إن حياتي فيها حاجة كبيرة جدا اتغيرت فيه شيء جميل دخل حياتي خلى حياتي كلها لها معنى وخلاني كتير قوي بحافظ على تصرفاتي وكتير قوي بحس إن المفروض إن أنا في اللي جاي أعمل حساب ابني في كل حاجة سواء في سلوكي